مع صفوف المنتخب محمد الشناوي وأيمان أشرف وبقية اللاعبين اللي موجودين ومروان محسن طبعا من رأي حضرتك شايف المستوى لعيبة نادي الاهلي عامل ازاي؟ لا يعني يعني ده أنا فيه لعيبة طبعا مشة في شكل ووليد سليمان طبعا واليد سليمان طبعا اللي أنا عايز أقوله إن فيه لعيبة مشة بص كل جهاز ليه قناعات وكل جهاز ليه أو مدير فني ليه استثم بتاعه ليه الفكر اللي بيحب يطبقه اللي بيشتغل به ورأيه في اللاعيبة اللي أنا عايز أقوله إن عندنا طبعا مجموعة يعني زي يشتجنيه ويأي من أشرف شغالين بشكل مميز ماروان أيضا شغال بشكل أساسي حدرتك شايف إن منتخب مصر بالطريقة اللي بيلعب بها دي بيظلم فيها الرأس حربة شوية؟ يعني إلى حد ما أشرف أو محمدي لأنه عندك صلاح بيلعب رجل استمال في الناحية اليمين بيقدر يخش على جوه عشان يعمل دابل بات أو يعمل آآ كرة عم في الملعب وياخدها يفنش من العم وتريس جيء أيضا هتبص لقي حتى الهدف اللي جابه جابه من جوه جرح داخل جوه وفنشا هو في المباراة الأولى بعد كده حتى الهدف اللي عمله محمد صلاح دخل في قلب الملعب برضو لأنه بيلعب رجل يمين ناحية كمال هيخش لجوه مزبوط إذن العرضيات مش هتبقى بالكثافة المطلوبة أنا ماروان شوية هتبص لقي آآ يعني المنطقة المريحة ليه إنه يبقى يتعمله عرضيات وهو مميز بأنه بيبدأ يلعب بشاهه ويلعب بشاهه ويقطع على الطاقم القريب آآ أبص لقي شوية آآ يعني مش بتخدمه قوي لكن أنا شايف برضو أنه هو ماشي بشكل خضوات ثابتة ومستر أجيري بيعتمد عليه بشكل دائم يمكن بيغيره قافل ديال ديال آآ لكن في النهاية بيبدأ بي أكيد شايفه أنه هو آآ أصلح واحد وأحسن واحد بيقوم بالدور ده طيب آآ وليد سليمان طبعا شوفناه في مباراة أين وليد دائم جديد جدا أنا أعتقد أنه لو خدمي ساحة وقت أكثر من اليأخدها أنا أعتقد أن وليد سيبقى ليه آآ دور كبير جدا في نتائج المنتخب الفترة الجاية مش شناوي ماشي بشكل جيد شناوي ماشي بشكل كويس يعني شناوي ماشي بخطوات كويسة جدا آآ أنا شايفه يعني من مباراة الأخرى آآ بينكذ آآ آآ كرات صعبة وكرات آآ يعني فيها المباراة اللي فاتت معها آآ شايلات تنمنكرة محققة يعني هداف محققة آآ أنا شايف أيمان أرشف برضو وشغال بشكل كويس جدا آآ آآ عمل الجوم بتاع المحمدي آآ بشكل كويس آآ اللي واجبات الدفاعية بتاعته بيأديها بشكل آآ ميز آآ آآ أولادنا يعني شغالين بشكل كويس وأعتقد أن دائما النادي الأهلي يعني منتخب مصر آآ بيبقى غاني في العيبة النادي الأهلي وبيأثروا في مشتوى للمنتخب مصر طيب خلاب أنا أتطمن على أخبار النادي الأهلي إن شاء الله يوم الجمعة أعتقد حتسافر مش كده